رحبت حركة حماس باعتراف كل من ايرلندا ونرويج واسفانيا بالدولة الفلسطينية المستقلة معتبرة أن تلك الاعترافات تمثل نقطة تحول في الموقف الدولي من القضية الفلسطينية ودعت حركة حماس دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية مشيرة إلى أن الاعترافات التي تم الإعلان عنها اليوم قطوة مهمة على طريق تثبيت حقوق الفلسطينيين ومن جانبها رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان رئيس وزراء النرويج لاعترافها بدولة فلسطين وأن استكمال إجراءات سدور مراسيم الاعتراف في يوم 28 من مايو الجاري وثمنت الرئاسة الفلسطينية قرر نرويج لأهميته في تكريس حق أشعب الفلسطينية في تقرير مصيره على أرضه وفي أغذي قطوات فعالية لدعم تنفيذ حل الدولتين مؤكدة أن مملكة النرويج دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر